اشتركوا في القناة خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها وعبر الجانبان في هذا الصدد عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها 33 والتي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا بنتائج إيجابية وقرارات بناء تعزز التضامن العربي ووحدة الصف والنهوض بقدرات الأمة وأمكانياتها السياسية والاقتصادية وحماية أمنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة ودع الجانبان إلى تهديئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية النزاعات كافة بالحوار والتفاوط كما دع الجانبان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية دون عوائق وأكد ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين كما أكد جلالة الملك المعظم ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤى استراتيجية موحدة تشدد تحقيق المصالح الأخوية بل تنشد المصالح الأخوية لكل البلدين والشعبين الشقيقين وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية والتعاون الدولي في نشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني وأكد جلالة الملك المعظم بمناسبة زيارته الأخوية إلى دولة الإمارات اعتزازه بالروابط التاريخية الوثيقة والمتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين متمني أن جلالته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدمي والزهارة ترجمة نانسي قنقر